زيارة إنقاذ جديدة لملف المفاوضات المتعثرة في اليمن قام بها وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانتا بهدف حلحلة العقبات التي تواجه تطبيق خطة رئيس فريق المراقبين الدوليين مايكل لولزغارد المتعلقة بخطوات يعادة الانتشار في الحديدة نائبا رئيس الوزراء سالم الخنبشي وأحمد المسيري استقبل وزير الخارجية البريطاني والوفد المرافق له في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وقالت مصادر حكومية إن هانت بحث مع المسؤولين اليمنيين موضوع اتفاقية الحديدة وضرورة تنفيذها وتخفيف حدة التوتر في الحديدة ومنع انفجار الأوضاع العسكرية بأي شكل من الأشكال وحذر هانت في ختام زيارته لعدن من انهيار اتفاقات السويد مشيرا إلى أن اتفاق السلام في اليمن يمكن أن يموت في غضون أسابيع إذا لم تبذل جهود صادقة من الجانبين للحلولة دون وقوع ذلك مراقبون للأحداث في اليمن رأوا في اجتماعات الوزير هانت مع مسؤولي الحكومة الشرعية جزءا من تحول انطرى على الموقف البريطاني من الملف اليمني كما رأوا في الوقت نفسه أن التقارب البريطاني مع ميليشي الحوثي لم يعد كيفما كان إثر التراجع المستمر للتعهدات التي قطعها الحوثيون للالتزام بالاتفاقات المبرمة بحضور المندوب الدولي مارتين جريفث دلل ذلك حسب المراقبين رفع هانت من حدة إدانته لميليشي الحوثي أثناء زيارته لعدن وتزامن ذلك مع ارتفاع وطيرة المواجهات المسلحة في جنوب وشرق مدينة الحديدة بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية وهي الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن عشر من كانون الأول الماضي كذلك أكلت مصادر محلية تعرض موكب رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة مايكل لولزغارد لإطلاق النار هو الثاني من نوعه بعد تعرض موكب كبير المراقبين السابق باتريك كيمريت لحادث مشابه في عقاب مطالبته الميليشيات الحوثية بالانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة وذلك بموجب اتفاقات السويد اشتركوا في القناة